موسيقى مالية كورونا الدنيا تقالب تقارب ليه الدنيا تقالب تقاس باكدر اول حاجة ما تتنسى الدين على الهدي الدين المحنة اللي حصل بالكفات السياح والترمام افرد ومعض المنشاط الصديق افرد لحضا خذي الدين المحنة دين فالليت ما تتنسى معايه؟ كل ما بيه فارك النسى بالتاج لا ده صفر عن اديات ادي اول حاجة تاني حاجة في جمالات دي من انشطة زي السياحة والفناتر والمحنة والتيارات والتيارات لا مجالش حوالي دي تغيار فبقى عندك اللي تتنسى فوق القيمة اللي هي نتيجة للتغيارة الآن همتعلقهم بلنا هي تتسأل هعمل ايه مجاز مثلا على بكارات المعادات والدفل الدين وصفرات قاموا بيه وداح الكلام دا كله لما ما يجيش اللي قط اللي دا بعد دي الكلام دا بقى سلف فبقى 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 عندك اللي تتنسى مجابين موجوش عاق سلف موحش كبير مصابيش كبير فبقى عندك اللي تتنسى بقى عملنا الواحد تتسعين طب لو قرنت انا كنت فين قابل الكورونا ودي الوقت انا فين قابل الكورونا وتباشرة انا كنت تسعين وارفع مرافف طب انا دلوقتي الرقم الا عزيزة تتنسى ستة واحدة تسعين وارفع مرافف فانزفت بلادتين واحدة البيهة طب هو دا وحش اه ما اقول لحد دك واش اكلوا اقلوا بالاخرين. احنا في بيان نشر وموصف موجودة على الانترميز اللي تشفوه. الدول المتقدمة خلال فقطة كورونا الدين بالمتوسف عندها زاد عشرين في المية. وده اكتر من زيادة الدين على مدار خمستاشر عشرين سنة. يعني الدين بتاع الدول المتقدماتين. اقلد خمستاشر عشرين سنة ما زاد عشرين في المية. بس الساددين بتاعهم اقلون دول زاد عشرين في المية. الدول المتقدمة. الدول الناجية و анاشقات. متوسف الدين بتاع الساددين دول زاد خمساشر في المية. وبقى، هو اعلى البتمتوسف الزيادة اللي حصل فى خمساشر عشرين سنة. كانت موجودة على存ف. ليه? ليه حصل كلا? لقينه كنا مديني قبل ان المصنع يلحقوا الناس الناس عامل في البيوت ما يقولك لسه الشيكاكة اللي طبق عن بيكا عمليت يومين عشقات البيت فرنسا رسل وابلنطاق كلها قالوا المحلات اللي فينه وشوف انت كانت فيه يا كرات ايه اعجبوها فموتها مني يا عم؟ انت المحلات رسكتش البيتار لا فموتها في موتها في البيت فهو الزرارة المالية راح راحين ايه؟ هم ممكن عندهم حبت انه ايه صغير واحد ييموز بقوة ايه وانه بربع احنا عمى Working فهو توسع فيه ان هو يلحق الناس دي ان هو يديهم اه يعني دع عكساب الدين طبعا انا ما اجا اوب مصر في الازمة دي نسبة الدل الناجئ قبل كورونا وبعد كورونا تتحرقت فقط واحد من الناس فالحمل الله. تقول الحمد لله. الحمد لله ليه؟ لأنه كان انقرار من الأول لبطء من التوازن. احنا هتجيل من اصلاح الاقتصادي مؤلم وصعب على الناس. اصلاح الاقتصادي يعني انها كنت تكون التباكة اللي كانت موجودة في الدولة. تباكة معنا ما عندكش تروس تصلح بشكلك وعندك مشكلة في العملة الصعبة والمصانع مش حالة ايه والقرارة ايه والغاز ايه والناس ايه؟ فلما جيد تصلح صلحك التجرؤات كانت بقول ايه مع الناس؟ فما جينا بقى في الازمة طب نعمل كده؟ لا اعملنا كده وحتى بعد كورونا مش هادلت التصوح ده ايه لا بتجرؤات تانية صعبة عن الناس؟ قلنا لا بس بس حالة بتجرؤات تانية صعبة اذا الخبيب المتوازدين فالتوازن ده ربا لعمل الوقت في المية زيادة بس جديد طيب لو انا جيت خدمة الدين وعلى كلها التحكم اللي اسمعنا هو ان انا عندي خدمة الدين لانه الناس برا الفق ماشي هزود الدين بس عده ايه؟ نقطة نص نتصرفيني انا خدمة الدين حرفيني؟ قد نتصرفيني قاعدة تبخينه مخريف 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 انا الدين للناسج للموازنة كانت تقريباً عماية في المية يعني ماسل تتحكم خدمة الدين على الموازنة فكانت معين في المية نزلناها من ستة وثلاثين والسناء ان شاء الله تخططينه ينزل الواحد الثلاثين والسناء اللي بعدها نزله تحت الثلاثين فاحنا ماشيه جمان بتخطيط خدمة. ليه؟ انا كل ما بخفض الدين بأفضل موازنة الدولة انا بعمل ايه؟ انا ماسل خدمة الدين عن طريق اعتقدات الدين والنجوخ ايه؟ الحاجات اللي بقال نتكليم رباً هو كل ده معناه ان انا ماسل تتخطط بتاعة الدين اذا الموازنة لما تزيد وانا ماسل ده انا بأخير مساحة فقدر مخطاها للناس موسيقى